السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب طلبات الصف السادس الابتدائي إن شاء الله نحل مع بعض المهاردة تدريبات لسن سوري درس التالت من كتاب البال صفحة يا حضرات خمسة وعشرين سؤال الأول اختر الإجابة الصحية كدمان المصرين وجدوا المعدن في أسخور يبه هنا هنا في طول يبه التفاحة بجوار الصندوق يبه هنا يعني القطة أمام الكرسي عشان هم يديك يبه عايز هو عنده لحية لحيفة تحتي الدجن يبه under under تحتي الدجن نمبر فايف there is a snake يجد صعبان on the top of to tankamon's head على رأس توت عن خامون يبه on I can see an apple أنا أستطيع أن أرى تفاحة in the table يبه and the box في end هنا يبه between the table and the box بين التربيزة والبوكس رمبا 7 there is a boy يجد والد the door so I can't see him ويجد والد خلف الباب علشان أنا مش شايفه I can't see him سؤال ثاني read and write the correct form of the word is between practice I like walking أنا بحب المش on the fresh air في الهواء الطالق يبه in نمبر 2 there is an apple يجد طفاحة طبعا من فحش فران عشان هنا في تو بقى next next 2 بشوار I can see a book أنا أرى كتاب next to the table and the disk هنا في end بين التربيزة والمكتب يبه عايز between بين نمبر 4 رقم 4 the apple is behind of the box هنا في off يبه عايز in front of in front of أمام الصندوق نمبر 5 there is a cap with a cap on the top of his head على رأسه نمبر 6 علي is sitting علي يجلس next to بجوار his friend in the next to there is a bin with a column in front of the box ولا on the box هو لو عايز front يبه in front of لكن هنا on the box على القلم الكتاب أو الكتب my brother always puts his shoes أخي دايما بيضع حزاؤه يزمته يعني in the chair على الكرسي ولا on the chair على الكرسي دعلي هنا عندي الجوزء الثاني من الدرس الثالث طبعا أنا شرحته من كتاب المواصر حضرات لو عايز تسمع الشرح ولكن احنا هنا هنحل من السؤال الاول استمع وضع دائرة على الإجابة الصحيحة يبدأ سؤال الاستمع one of the most beautiful artifacts from ancient Egypt is to tankamun's mask which was found in his tomb the mask is gold with blue lions between gold lions under his chin is a same bird there is also a snake on the top of his head so one of the most beautiful artifacts from ancient Egypt is to tankamun's mask was found in his tomb from akbarthu the mask is gold kunah al-zahab there is also on the top of his head there is on the on the head to the correct answer the answer king was walking in his garden when he over something on the ground when he trapped 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 there is trapped there is something on the earth trapped 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 not trapped trapped it means trapped 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 over it means it means earth okay number two when the king when the king is his daughter she also turned to gold لما الملك عمل ايه لبنته تحولت الى الزهب طبعا هقت في القصة لو سمعناها قصة الملك اللي كان بيحب الزهب نمبر سري الملك ميداس سقطت على الورد الجميل بتاعه القدماء المصريين طبعا تريدت تجاره مع الدول اخرى يبقى تريدت يعني تجار نمبر فايف القدماء المصريين استخدموا المعدن عشان يعملوا ادوات واسلحة تريدت تجاره مع الدول اخرى سعادة الاقتصاد المصري عشان يتحسن هي حاجة زي الدهب والحديد قوية وصلبة يبقى هي ورق طبعا ما تنفعش ود الخشب ما تنفعش ستون ما تنفعش مثال طبعا هو المثال هو حاجة زي الدهب والحديد تبقى صلبة وقوية سؤال الثالث تريد انكم بريزا تيجس وزا ورد ان زبوكس عندي كلمة كاسي القلعة قولد زهب روز وردة دوتر ابن بنت صن ابن من يرز اغو زير لفد كنج كولد كنج مدس يلاف سريس سينجس مور زان اني thing else هز دوتر بنتو ماري جولد يبقى هنا دوتر يعني حب بنتو ماري جولد هز غاردن هز اغاردن 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 rose garden حضيق الورود او ظهور rose garden and gold وكماين كنبي حب الزهب his favorite thing was to spend time in the garden with Mary gold but he also like to look at the gold in his castle كنبي حب يبص على الذهب اللي في قلعته. هنا عندي سؤال الرابع. اقرأ النص وجاوب على الاسئلة. المصرين تجروا مع دول اخرى. والمعدن كان واحد من الاشياء اللي كانوا بيتاجروا فيها. في الاول وجه المعدن في الصخور. المعدن كان اصلب من الصخور. ويعملوا اشكال مختلفة. استخداموا المعدن عشان يعملوا ادوات. واسلحة. عشان كده كانوا بيصيدوا على الارض. وزرع طعام. المعدن كان الدهب كان معدن محبوب. لعمل المجاهرات. والفنون عشان يبعوها. والفضة كمان كانت تستخدم. لكنها كانت انظر. التجارة مع الدول الاخرى سعادة لكسؤال المصريين هو يتحسن. السؤال الاول. الفضة كانت بتستخدم ولكنها كانت ريرر يعني انظر. لكل من مصرين استخدموا المعدن. اوكي? تعال هنا شوف. اهو. عشان يعملوا ادوات وما عادة. يبقى عشان يعملوا ادوات. واسلحة. السؤال الخامس. what was gold used for? الدهب كان بيستخدمه في ايه? طيب تعال هنا اهو. for making jewelry and art to sell. العمل مجاهرات وفنون يبعوها. يبقى for making jewelry for making jewelry. العمل jewelry. المجاهرات and arts والفنون. to sell. علشان يبقى. اوكي. تمام. تعال نرجع مع بعض كده. دقار هنا. سؤال التركيين. put the words in the correct order to make sentence. نضع الكلمات في الترتيب المناسب لعمل جمل. the ancient Egyptians القدمي المصريين. traded with other country. يبقى نكتب كده مع بعض. z ancient Egyptians القدمي المصريين. okay. traded. تجارو. traded. with. مع. other. countries. دول اخرى. سؤال التاني. the white board is under the clock. الصبور البيضى تحت الساعة. the white board is under the clock. the library is next to the computer room. المكتبة. the library is next to the computer room. جنب حجرة A. الكمبيوتر. read and write is the correct form of the words. the eraser stick is behind to the box. طبعا نكست هنا علشان منفحش اقول behind two. لازم نكستي two. the cat is in front of. in front بتاخد حرف guard off. مش on. يبقى هنا off. there is a boy in front of the door. I can't see him. مش بشوفه. يبقى دا behind. خلفه. the ball is on the desk. and the chair. and هنا يبقى is between. يعني القرة بين المكتب والكرس. there is a sofa. يوجد كنبة. to the window. يبقى next to jump. علشان هنا في two. the curtains is a tire. are on the wall. على الحاط. the boy is standing in front of. امامه. هو يمدك اوفه. وبعايز in front. الولد يجلس امام المنزل. او الباب. capital T. they found the metal in the rocks. وهنا full stop. ودعا نعمل موضوع عن توتانك مونز ماسك. قناع توت عنخ امون. اوكي. توتانك مونز ماسك. قناع توت عنخ امون. one of the most beautiful artifacts from ancient Egypt. واحدة من اكثر القطعة الاسرية جمالا في مصر القديمة. is to tank a moon's mask. قناع توت عنخامون. which was found in his tomb. اللي وجدوه في مقبرته. the mask is gold. القناع ذهب. with blue lines between gold lines. وفي خطوط ذركاء بين خطوط ذهب. under his chin. تحت دجنو. تحت الزكن يعني. is a thin beard. اللي حيارة فيها. there is also a snake on the top of his head. وكمان فيه. صعبان فوق كمة رأسه. اوكي. الله صلى معاك. حل الدرس الثالث من unit 7. الوحدة السبعة من كتاب الباهر للصف السادس السادس الابتدائي. كان معكم بستر محمد شعبان. وتمنى لكم اتوفيك جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.